بقعة مؤسفة سيدة دخلت مستشفى العيون مستشفى خاص عشان تعمل صبغة على عينيها جريت بعد ما عملت الصبغة على جزهة الحقني أنا بموت دي كان بداية القصة وماتت ربنا يرحمها مارينة مارينة صلاح مارينة عندها طفل آدم عنده سنة ونص تقريبا دي اللي قدام حضراتكم الأسباب والتفاصيل والحاجات كلها أنا توصلت مع الدكتور خالد العبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة حالا وأبلغني الآتي أنه بيتم التحقيق في هذه الواقعة وأنه في لجنة مشكلة على أعلى مستوى من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وهتقدم تقرير عما حدث خلال 24 ساعة ودكتور خالد عبد الفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة قال لي أنه هيتم محاسبة المسؤولين في ضوء التقرير المقدم من اللجنة الفنية قال لي منتظر تقرير اللجنة الفنية وبالتالي هناخد الإجراءات الكاملة في ضوء التقرير قال أنه مارينة صلاح الوفاء حصلت النهاردة نقلت من مستشفى العيون إلى مستشفى الكهرباء وهم بالمناسبة جنب بعض وأنا طبعا بعد على هذا الطريق يعني في أوقات مختلفة المستشفىين جنب بعض أولا المطلوب العدالة حق مارينة مضعش ومعتقدش في حد هيسمح أبدا أنه حق مارينة هيضيع أنا داخل مستشفى أي مستشفى هاعمل أشعة على عيني على دماء على أي حاجة أعمل أشعة أموت يعني حيات داخل تعمل أشعة تموت هو ده الموضوع من الآخر يعني أشعة صبغة أشعة مش عارف بنفسجية ولا تحت حمراء ولا فوق حمراء أي إن كانت هي أشعة أنا مش داخل أعمل عملية يعني إن داخل أعمل عملية أموت هي مش عملية أعمل أشعة صبغة أعمل أي حاجة مش معقول أموت عندنا ثقة فيها الدكتور خلا بافار وزير التعليم العالي ثقة في النيابة العامة وأتمنى أن يكون هناك تحقيق يفتح أتمنى أن يتم تقديم بلاغ عاجل لمعالي النائب العام فورا عشان نعرف فيه اللي حصل حتى لا يتكرر هذا الأمر إطلاقا والتحقيق ياخد مجراها والقييد ياخد مجراها والمستشفى تحاسب ونشوف التحقيقات تصل لأبعد مدى ساز فريد جلال محامي أسرة مرينا ساز فريد أولا مساء الخير سازة نوري فان إيه اللي حصل أولا البقاء لله حياتة البيانة البقاء لله إيه اللي حصل اللي حصل إن رومز دوس زوج مرينا لعيته بتتل بيس ساعة 2 ودول هم 22 ونصر لا قابليها بيوم أنا كنت أشاهد عين على الواقع قولي اشتركوا في القناة